هذا وقد عقدت بالأمس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب جلسة متخصصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني حول سبول دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر وأيضا ترويج له من جانبه أكد عضو مجلس الشيوخ أحمد سمير أن الجلسة الخاصة بالمحور الاقتصادي حول سبول دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له شهدت تقديم العديد من الأفكار والمقترحات لتعزيز دور الاقتصاد غير الرسمي تم طرح العديد من الأفكار في كيفية دمج هذا الاقتصاد لما يمثله من قوة كبيرة في الاقتصاد المصري وأيضا كيفية إذالة المعوقات من الاقتصاد الرسمي وبالتالي تحقيق جاذبية الاقتصاد الرسمي تؤهل الاقتصاد غير الرسمي الدخول فيه لأن الاقتصاد غير الرسمي النهاردة هام جداً للمحور الاقتصادي بشكل نعام لكن يحتاج إلى أن يرى أن الاقتصاد الرسمي لديه الحوافز ولديه الاستقرار ولأن من يعمل في الاقتصاد الرسمي يعمل في منطقة لديها كثير من المميزات وبالتالي يتم تشجيعه على الدخول في الاقتصاد الرسمي بشكل كبير